استقبل صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس العلا حاكم الفجيرة في قصر الرميلة عددا من الضباط المتقاعدين من شرطة الفجيرة واطمئن سموها على أحوالهم الاجتماعية واطلع على الأنشطة التي يقومون بها بعد التقاعد وأكد صاحب سمو حاكم الفجيرة أن المجتمع لا يستغني عن خدمات الضباط العسكريين سواء كانوا على رأس عملهم أو متقاعدين فالمؤسسات بحاجة دائما لخبراتهم ومهاراتهم في مختلف الاختصاصات والأعمال وأشكر سموها الضباط المتقاعدين على ما قدموه لدولة الإمارات العربية المتحدة من خدمات اتسمت بالإخلاص والصدق وحب الوطن